السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي تلاميذ تنميزات الصف السادس الابتدائي أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة نشرح الدرس الأول من الوحدة الثالثة الدرس بعنوان غاز الأكسوجين من منهج العلوم للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس رسلكم كل جديد الدرس الأول غاز الأكسوجين لماذا يسمى كوكب الأرض بكوكب الحياة؟ كوكب الأرض يسمى بكوكب الحياة يعرف كوكب الأرض بكوكب الحياة لوجود خصائص تميز عن باقي الكواكب مثل الغلاف الجوي المناسب كوكب الأرض يوجد به غلاف جوي يميزه عن باقي الكواكب يحتوي الغلاف الجوي على خليط من عدة غازات توجد بيسب مختلفة وتحيط بالكرة الأرضية يعتبر يا أولاد غاز الأكسوجين غاز الحياة الضروري لعملية التنفس والاحتراق يبقى غاز الأكسوجين غاز الحياة الضروري لعملية أولاد التنفس والاحتراق الغلاف الجوي تتمتع الأرض يأولاد بغلاف جوي مناسب للحياة ويميزها عن باقي الكواكب طب إيه هو تعريف الغلاف الجوي الغلاف الجوي صليط من الغازات يحيط بالكرة الأرضية وينجذب إليها بفعل جاذبية الأرضية يبقى الغلاف الجوي يا أولاد عبارة عن صليط من الغازات يحيط بالكرة الأرضية ينجذب إليها بفعل جاذبية الأرضية طبعا نخدم كونات الغلاف الجوي يتكون الغلاف الجوي يا أولاد من صليط من الغازات ايه هي الغازات دي اول حاجة عندنا اولاد غاز النيتروجين الرمز بتاع اولاد النيتوم غاز الاكسجين رمزه النيتوم يوجد غاز النيتروجين بنسبة 78% يوجد بنسبة 78% من الغلاف الجوي ويمثل اولاد اربع اخماس حجم الهواء تقريبا يمثل اربع على خمسة حجم الهواء تقريبا الغاز الثاني اولاد غاز الاكسجين الرمز بتاع اوتوم يوجد بنسبة اولاد 21% يوجد بنسبة 21% ويمثل ايه خمسة حجم الهواء تقريبا يمثل خمسة حجم الهواء تقريبا الغاز الثالث اولاد غاز ثاني اكسيد كربون الرمز بتاعه CO2 غاز ثاني اكسيد الكربون رمزه CO2 ويوجد غاز ثاني اكسيد الكربون يا ولاد بنسبة 3% يوجد بنسبة 3% بالتالي رابع حاجة يا ولاد من مكونات الغلاف الجوي بخار ماء وغازات اخرى ايه الغازات الاخرى يا ولاد دي زي الارجون والهيليام والنيون الارجون الهيليام النيون وغيرها بنسبة كامل يا ولاد 97 من 100% بنسبة 97 من 100% حجم غاز ثاني اكسيد الكربون يا ولاد والغازات الاخرى يمثل 1% فقط من حجم الهواء الجوي يبقى حجم غاز ثاني اكسيد الكربون والغازات الاخرى يمثل كامل يا ولاد 1% من حجم الهواء الجوي الهواء الجوي طب ايه اهمية الغلاف الجوي يا ولاد اول حاجة الغلاف الجوي ضروري لعمليات التنفس والاحتراق يبقى الغلاف الجوي الغلاف الجوي ضروري لعمليات التنفس والاحتراق تاني حاجة يا ولاد اولاد وحجم هادي� ثالث حاجة يعمل على اعتدال ضرقات الحرارة على سطح الأرض هذا بالنسبة لأهمية الغلاف الجوي هنا يقول لك علل تعمل طبقة الأزون كدرع واقع الكائنات الحية تعمل طبقة الأزون كدرع واقع الكائنات الحية علل الإجابة تقول لأنها تقوم بحماية كوكب الأرض عن طريق امتصاص الأشعة فوق بنفسجية الضارة القادمة من الفضاء الخارجي لأنها تقوم بحماية كوكب الأرض عن طريق امتصاص الأشعة الفوق بنفسجية الضارة القادمة من الفضاء الخارجي يحتوي الهواء الجوي على كميات كبيرة من الأجسام العالقة طيب إيه هي الأجسام العالقة دي أولاد هي زرات دقيقة من الغبار والدخان والغازات المتصعدة من المصانع والسيارات والبواخر إبا الأجسام العالقة هي عبارة عن زرات دقيقة من الغبار والدخان والغازات المتصعدة من المصانع والسيارات والبواخر طب الأجسام العالقة دي أولاد لها فوائد ولها أضرار إيه فوائدها؟ يتكاسف بخار الماء حولها وينزل إلى الأرض على هيئة قطرات المطر أو السلج يتكاسف بخار الماء حولها وينزل إلى الأرض على هيئة دي أولاد على هيئة قطرات المطر أو السلج طب إيه أضرارها؟ تعد من ملوسات الهواء الجوي تعد من ملوسات الهواء الجوي اولا 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 ا يوجد في الغلاف الجوي في صورة غازية بنسبة 21% من حجم الهواء بنسبة كام 21% من حجم الهواء طيب تركيب الغاز الاكسوجين يتكون غاز الاكسوجين اولاد من جزء سناء الظرم كل الجزء يتكون من زرتين من الاكسوجين يبني يتكون الاكسوجين من جزء سناء الظرم كل الجزء يتكون من زرتين من الاكسوجين يرمز له يا اولاد بالرمز O2 عملية البناء الضوء اول حاجة في عملية البناء الضوء يا اولاد تمتص البلاستيدات الخضراء في اوراق النبات الطاقة الضوءية من الشمس يمتص النبات الاخضى الاولاد غاز سانيوكسيد كربون من الهواء الجوي يمتص الماء والاملاح المعدنية من التربة يكون النبات الاخضى الغزاء وينتج غاز الاكسوجين يجيك سؤال في الامتحان يقولك علل تظل نسبة غاز الاكسوجين بالغلاف الجوي سابتة رغم استهلاقه في عملية التنفس والاحتراق لان النقص في نسبة الاكسوجين يعود باستمرار من خلال عملية البناء الضوء نشاط غاز الاكسوجين يساعد على الاشتعال الادوات المطلوبة اولاد حوض زجاجي مغبار مضرج شمعة ماء ملون الماء الملون اولاد عن طريق ايه اضافة كركديل للماء او شاي او مادة اخرى سلصال علب السقار خطوات العمل اولاد بيقولك ثبت شمعة مشتعله في قاع حوض فارغ يبقى اولاد حوض فارغ ثبتنا الشمعة المشتعله فيه ضع ماء ملون في الحوض ضيفنا بعد كده اولاد الماء الملون نكس المغبار المضرج فوق الشمعة المشتعله دون ان يلمس القاع بوضع فوق قطعتين من السلصال يبقى احنا اولاد ايه نكسه مغبار مضرج فوق ايه اولاد فوق الشمعة دون ان يلمس القاع ازاي اولاد عن طريق ايه اولاد وضعه فوق قطعتين من السلصال يبقى نضع المغبار المضرج فوق قطعتين من السلصال بحيث ما يلمش ايه اولاد قاع الحوض رقم اربع اولاد حدد مستوى الماء الملون في الحوض يبقى نحدده مستوى الماء الملون في الحوض خارج المغبار وداخله خارج المغبار وداخله يبقى نحدد مستوى الماء اولاد في الحوض خارج المغبار وداخل اولاد داخل المغبار فهنا اولاد الملحظة تنطفي الشمعة بعد فترة ويرتفع الماء داخل المغبار يبقى اولا من نكس اولاد المغبار فوق الشمعة تنطفي الشمعة بعد فترة وهو سيطاني يرتفع الماء داخل المغبار يرتفع الماء داخل المغبار إلى خمسة حجمه تقريبا يدل لذلك عليها أولاد أن غاز الأكسجين يشغل خمسة حجم الهواء تقريبا يبقى يرتفع الماء داخل المغبار إلى خمسة حجمه تقريبا يدل لذلك على أن غاز الأكسجين يشغل خمسة حجم الهواء تقريبا طب إيه الاستنتاج أولاد من التجربة دي اول حاجة ارتفاع الماء داخل المغبار نتيجة استهلاق غاز الاكسجين داخل المغبار الذي استهلكته الشمعة اثناء اشتعالها يبقى الماء ارتفع داخل المغبار نتيجة استهلاق غاز الاكسجين داخل المغبار الذي استهلكته من اولاد استهلكته الشمعة اثناء اشتعالها بيحتوي الهواء الجو على غاز الاكسجين الذي يساعد الاشتعال يحتوي الهواء الجو على غاز الأكسوجين الذي يساعد على الاشتعال من المركبات الغنية بالأكسوجين يسمى ماء الأكسوجين المركبات الغنية بالأكسوجين فوق أكسيد الهايدروجين يسمى ماء الأكسوجين بعض الأملاح مثل املاح النطرات والكربونات فهنا اولاد عندنا علماء افاد البشرية فهنا عندنا اول حاجة اكتشف الاكسوجين في الصين القديم عام 800 قبل الميلاد يبال اكتشف الاكسوجين في الصين القديم عام 800 قبل الميلاد اعاد اكتشافه جوزيف بريستلي في اغسطس عام 1774 واطلق انطوان لافوازي عليه اسم اكسوجين في عام 1778 يبال اطلق عليها ولاد العالم انطوان لافوازي عليه اسم اكسوجين في عام 1778 انا اخذ بعد كده تحضير غاز الاكسوجين نشاط تحضير غاز الاكسوجين في المعمل فعندنا الادوات المطلوبة اولاد دورق زجاجي دورق زجاجي سدادة من الفلين انبوبة او خرطوم توصين حوض به ماء قمع زجاجي عدة مغابير زجاجية محلول فوق اكسيد الهايدرو اولاد املأ القمع بمحلول فوق اكسيد الهايدروجين هذا القمع اولاد حطينا في محلول فوق اكسيد الهايدروجين افتح الصنبور ليسمح بمرور كمية قليلة من فوق اكسيد الهايدروجين على ساني اكسيد المنجنيس ولاحظ ما يحدث افتح اولاد الصنبور لمرور كمية قليلة من فوق اكسيد الهايدروجين على ساني اكسيد المنجنيس بعد كده أولاد بيقول اغلق الصنبور عندما يمتلي المغبار بالغاز يبقى المغبار يا أولاد أول ما يمتلي بالغاز نغلق ياه نغلق الصنبور ثم يا أولاد اغلق فواهة المغبار وارفعه من الحوض نغلق يا أولاد فواهة المغبار ونرفعه من الحوض بعد كده أولاد نملأ عدة مخابير بغاز الأكسجين لدراسة خواصه املأ عدة مخابير بغاز الاكسجين لدراسة خواصه طب ايه الملاحظة لا اولاد الملاحظة تصاعد فقاعات غازية وانخفاض مستوى الماء داخل المغبار يبقى اللاحظ اول حاجة اولاد تصاعد فقاعات غازية وانخفاض اولاد مستوى الماء داخل المغبار ثاني حاجة لا اولاد يبقى ساني اكسيد المانجنيز كما هو بدون تغيير ساني اكسيد المانجنيز يبقى بدون تغيير كما هو طبн الاستنتاج يقولون يبقى فوق اكسيد الهايدروژين ينحل في وجود ساني اكسيد المانجنيز ل الا اولاد ماء و اكسوجين يعمل ثاني أكسل المنجينيس كعامل مساعد حيث يقول أولاد يزيد فقط من صفحة التفكّق يمكن التعبير على التفاعل السابق بالمعادلة الاتية ايه المعادلة بتاعتنا فوق اكسيد الهايدروجين ثاني اكسيد منجنيز اولاد عامل مساعد فيدينا اولاد ماء زائد اكسوجين طب هنا اولاد ايه هو العامل المساعد العامل المساعد اولاد او الحفاز مادة تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي دون ان تغير في الكمية او الخواص دون ان تتغير في الكمية او الخواص دون ان تتغير في الكمية او الخواص ولا تؤثر في نواتج علل يجمع الاكسوجين بازاحة الماء لازفال الإجابة يا أولاد تقول لأنه شحيح الزوبان في الماء يبينك في الامتحان علل يجمع الأكسجين بإزاحة الماء إلى أسفل الإجابة لأنه شحيح الزوبان في الماء خصائص غاز الأكسجين نشاط استكشف خواص غاز الأكسجين أول حاجة يا أولاد الأدوات حوص زجاجي عدة مخابير زجاجية تحتوى على أكسجين أعواض ثقاب ماء ملون صرصار أول خطوة من خطوات العمل يا أولاد اختبر اللون ورائحة غاز الأكسجين الذي قمت بتحضيره وجمعه من التجربة السابقة الملاحظة يا أولاد الأكسجين غاز عديم اللون والطعم الرائحة رقم 2 يا أولاد بيقولك نكس مخبار به أكسجين في حوض به ماء ملون يبقى أن نكسه مخبار به أكسجين في حوض به ماء ملون الملاحظة يا أولاد بيرتفع الماء الملون في المغبار ارتفاع طفيف يرتفع الماء الملون في المغبار ارتفاع طفيف ثالث حاجة أولاد عندنا نكس مغبار به أكسوجين على فوهة مغبار فارغ به هواء نكس مغبار به أكسوجين على فوهة مغبار فارغ به هواء وأدخل عود ثقاب مشتعل في المغبار العلوي وآخر في المغبار السفلي ندخل عود ثقاب مشتعل في المغبار العلوي وعود مشتعل آخر في المغبار السفلي الملاحظة يقول لك بيزداد توهج عود ثقاب مشتعل في المغبار السفلي عنه في المغبار العلوي ليه أولاد؟ لأن غاز الأكسوجين هبط للمغبار السفلي لأنه أسقل من الهواء لأن غاز الأكسوجين هبط للمغبار السفلي لأنه أسقل من الهواء رابع حاجة أولاد أدخل شريط مغنيسيوم مشتعل في مغبار الأكسوجين أدخل شريط مغنيسيوم مشتعل في مغبار به أكسوجين هنا أولاد شريط مغنيسيوم مغبار به أكسوجين الملاحظة يا أولاد يتفاعل الأكسوجين مع شريط مغنيسيوم مكوناً أكسيد مغنيسيوم وأكسيد مغنيسيوم مادة بيضاء يتفاعل الأكسوجين مع شريط مغنيسيوم مكوناً أكسيد مغنيسيوم وأكسيد مغنيسيوم أولاد مادة بيضاء نستنتج من ذلك يا أولاد خصائص غاز الأكسوجين أول خصية أولاد عادي من اللون والطعم والرائحة يبال أكسوجين أولاد عادي من اللون والطعم والرائحة ثاني خصية من خصائص غاز الأكسوجين شحيح أو قليل الزوبان في الماء ثالث حاجة أولاد لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال رابع حاجة أولاد يتحد ويتفاعل مع المغنيسيوم المشتعل مكوني يا أولاد أكسيد مغنيسيوم أو مادة بيضاء يبقى يتحد أو يتفاعل مع المغنيسيوم المشتعل مكوني أكسيد مغنيسيوم وأكسيد مغنيسيوم دي يا أولاد مادة بيضاء خامس حاجة يا أولاد اللي الأكسوجين أسقل من الهواء يعني أسقل من الهواء يا أولاد يعني كسافته أكبر من كسافة الهواء كسافته أكبر من كسافة الهواء لذلك يهبط ويحل محل الهواء الخاصية الخامسة أن الأكسوجين أسقل من الهواء يعني كسافته أكبر من كسافة الهواء لذلك يهبط ويحل محل الهواء فهنا أولاد بيقول لك فكر ماذا يحدث عند وضع شريط مغنيسيوم مشتعل في مغبار به أكسوجين الإجابة أولاد تقوله يتفاعل الأكسوجين مع شريط المغنيسيوم مكونة أولاد مادة بيضاء يتفاعل الأكسوجين مع شريط المغنيسيوم مكونة مادة بيضاء من أكسييد المغنيسيوم نشاط كيف يتكون الصدى الأدوات مجموعة من المصامير قطعة من سلك تنظيف الأواني ماء فهنا أولاد خطوات العمل بيقول لك بلل المصامير أو قطعة سلك التنظيف بالماء وتركه عدة أيام في مكان رقب وافحصها جيدا اتنين بيقول لك أولاد قارن بين الحديد قبل و بعد تعرضوا للرطوبة وإن أولاد رسمي توضيح للتجربة وهذه أولاد المصامير عليها الصدى المرحزة يتكون على كل من مصامير وقطعة سلك تنظيف الأواني طبقة بنية هشة تسمى يا أولاد تسمى الصدى وتكون المصامير أقل متانا وتكون المصامير أقل متانا طب إيه الاستنتاج أولاد؟ الأدوات المصنوعة من الحديد بتتفاعل مع أكسوجين الهواء الرطب مكونة أكسيد الحديد وأكسيد الحديد اللي هو هي أولاد اللي هو الصدى ويسبب تآكلها إبقى الأدوات المصنوعة من الحديد تتفاعل مع أكسوجين الهواء الرطب مكونة أكسيد الحديد الصدى ويسبب تآكلها المعادلة بتاعتنا حديد زائد أكسوجين في وجود بخار الماء يتكون أكسيد حديد أو صدى الحديد يتكون أكسيد حديد أو صدى الحديد تتآكل بعض المواد المصنوعة من الحديد مثل الكباري وأعمدة الإنارة مع الوقت إذا لم يتم عزلها عن الهواء بالدهنة نتواصل مما سبق إلى أن الأكسوجين له القدرة على الاتحاد مع العناصر مكونة أكسيد إذا كان الاتحاد سريع يسمى يولاد احتراقا وإذا كان بطيئا يسمى التأكسود فإيه هو الاحتراق وإيه هو التأكسود الاحتراق يا أولاد هو اتحاد العناصر مع الأكسوجين بسرعة مع انقلاق ضوء وحرارة مثل اتحاده مع المغنيسيا إذا الاحتراق هو اتحاد العناصر مع الأكسوجين بسرعة مع انقلاق ضوء وحرارة مثل اتحاده مع المغنيسيا طب إيه هو التأكسود التأكسود يا أولاد هو اتحاد العناصر مع الأكسوجين ببطء في وجود الرطوبة أو الماء مثل تكون يا أولاد صدى الحديد إذا تعريف التأكسد اتحاد العناصر مع الأكسوجين ببطء في وجود الرطوبة أو الماء مثل تكون صدى الحديد عن أخذ أولاد نشاط هل تزداد كسافة المواد بعد اتحادها بالأكسوجين هل تزداد كتلة المواد بعد اتحادها بالأكسجين يبقى النشاط هل تزداد كتلة المواد بعد اتحادها بالأكسجين الأدوات المطلوبة يا أولاد عندنا قطعتان من سلك تنظيف الأواني ورق الألمونيوم موقد ماسك ميزان رقمي طيب إيه خطوات العمل أول حاجة أولاد يمكنك إصنع قرتين من سلك التنظيف لهما نفس الكتلة باستخدام الميزان الرقمي يبقى نعمل قرتين من سلك التنظيف لهم نفس الكتلة باستخدام الميزان الرقمي ثاني حاجة أولاد استخدم الماسك وقوم بالتسخين أو اشعال إحدى القرتين باللهب يبقى نعمل يا أولاد نشعل إحدى القرتين باللهب ثالث حاجة أولاد عندما يحمر الجزء الداخلي للقرة ضعها على طبق من الألمونيوم حتى ينطفئ اللهب يبقى يقول لك يا أولاد عندما يحمر الجزء الداخلي للكرة ضعها على طبق من الألمونيوم حتى ينطفئ اللهب رابع حاجة أولاد باستخدام الميزان الرقمي أعد قياس كتلة الكرتين وقارن بين كتلة الكرة المحترقة والقرة التي لم تحترق الملاحظة يا أولاد يحترق سلك التنظيف المصنوع من الحديد ويتم الاحتراق بسرعة كتلة كتعة السلك يا أولاد المحترقة أكبر من كتلة كتعة السلك قبل الاشتعال يبقى كتلة كتعة السلك المحترقة أكبر من كتلة كتعة السلك قبل الاشتعال طب الاستنتاج يا أولاد بيقول لك يحترق سلك التنظيف المصنوع من الحديد لأن السطح الخارجي لسلك التنظيف كبير بدرجة تجعله يا أولاد يتفاعل مع غاز الأكسوجين الموجود في الهواء ويتم الاحتراق بسرعة ويصبح سلك التنظيف بعد احتراقه له كتلة أكبر من كتلته قبل الاحتراق ثاني حاجة يا أولاد بتزداد كتلة المواد بعد اتحادها مع الأكسوجين يبقى تزداد كتلة المواد يا أولاد بعد اتحادها مع الأكسوجين فالمعادلة بتاعتنا يا أولاد بتقول حديد زائد أكسوجين في وجود الحرارة يديني أكسيد حديد حديد زائد أكسوجين في وجود الحرارة يديني أولاد أكسيد حديد كتلة سلك التنظيف بعد احتراقه اكبر من كتلته قبل الاشتعال الاجابة تقول ياولاد لان غاز الاكسوجين اتحد مع الحديد مكونا اكسيد الحديد لان غاز الاكسوجين ياولاد اتحد مع الحديد وكون مادة اكسيد الحديد مكونا المادة ياولاد اكسيد الحديد أهمية واستخدامات غاز الأكسوجين أول حاجة أولاد غاز الأكسوجين ضروري لعملية التنفس واحتراق الغزاء داخل الخلايا إيبا ضروري لعملية التنفس واحتراق الغزاء داخل الخلايا لي أولاد لإنتاج الطاقة اللازمة للعمليات الحيوية لإنتاج الطاقة اللازمة للعمليات الحيوية ثاني أهمية يا أولاد أو استخدامات الأكسوجين يدخل في تركيب الماء اللازم لحياة الكائنات الحية يدخل في تركيب يا أولاد الماء اللازم لحياة الكائنات الحية يتكون جزيء الماء من اتحاد يا أولاد زرة أكسوجين مع زرتين هيدروجين اللي هما يا أولاد H2O يتكون جزء الماء من اتحاد زرة اكسوجين مع زرتين هايدروجين يديني اولاد اتش تو اول ورمز الماء المكون الرئيسي لغاز الاوزون الذي يشكلي اولاد طبقة الاوزون في الغلاف الجوي والتي تحمل ارض من الاشعاعات الضارة القادمة من الشمس يبقى نقول ثالث اهم اولاد ان الاكسوجين المكون الرئيسي لغاز الاوزون الذي يشكل طبقة الاوزون في الغلاف الجوي والتي تعمل اولاد تعمل على حماية الارض من اشعاعات الضارة القادمة من الشمس يتكون جزء غاز الاوزون من ثلاث زرات من الاكسوجين يرمز لغو برمز اولاد او سرين رابع حاجة اولاد يضغط غاز الاكسوجين ويعبأ في استوانات ويستخدم فيه يبقى يضغط غاز الاكسوجين ويعبأ في استوانات ويستخدم اول حاجة اولاد الغوص تحت الماء حتى يستطيع الغواص التنفس تحت الماء تسلق الجبال علل ليه اولاد تسلق الجبال لان نسبة الاكسوجين في الهواء تقل كلما ارتفعنا عن سطح الارض لان يولاد نسبة الاكسوجين في الهواء تقل كلما ارتفعنا عن سطح الارض تاني حاجة استوانات الاكسوجين يولاد تستخدم فيه التنفس الصناعي للمرضى إذا استوانات الأكسجين تستخدم في التنفس الصناعي للمرضى أثناء إجراء العمليات الجراحية والذين يعانون صعوبات التنفس إذا استوانات الأكسوجين تستخدم في التنفس الصناعي للمرضى أثناء إجراء العمليات الجراحية والذين يعانون صعوبات التنفس استوانات الأكسوجين يولاد تستخدم في قطع ولحام المعادل باستخدام يولاد باستخدام لهب الأكسيستيلين يخلط غاز الأكسوجين مع غاز الأكسيستيلين لتقوين لهب الأكسيستيلين هنا أولاد لهب الأكسيستيلين تصل درجة حرارة لهب الأكسيستيلين إلى 3500 درجة ماء تقفى لصهر المعادن وكذا وصلنا معكم لنهاية الدرس للنهاردة ارجوكم استفدتم معنا ومتنسوش اشتراك في القناة وتفعيل الجرس سأصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته